موسيقى نصف ملعقة صغيرة هالمطحون نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض نصف ملعقة صغيرة كركم ملعقة صغيرة بابريكا حلوة ملح حسب الرغبة للإفريكا 400 جرام أو كوبان إفريكا 100 جرام أو ثلاث كوب سمنة مذابة 50 جرام أو ربع كوب زيت نباتي 100 جرام أو ثلاثة أربع كوبة زيلاء خضراء سعمائة ميلي مرق دجاج رشة زنجبيل ناعم رشة فلفل أبيض رشة هالمطحون رشة كركم ملح حسب الرغبة ملعقة طعام كاجو محمص ملعقة طعام لوز محمص ملعقة طعام سنوبر محمص طريقة التحضير للدجاج في وعاء نمزج الثوم مع دبس الفلفلة ومعجون الطماطم والزنجبيل والهال والفلفل والكركم والبابريكا والملح والزيت والخل والماء نضع قطع الدجاج في صانية فرن ونسكف فوقها المزيج مع الحرس على أن يغمرها جيد نغطي الصانية بورق قصدير ونضعها في الفرن مسخن مسبقاً للدرجة 180 مئوية لمدة ساعة ثم ننزع ورق القصدير ونترك الصانية في الفرن لمدة 15 دقيقة للفريكا ننقع الفريكا في الماء مدة ثلاث دقائق ونصف فيها نسخل الزيت مع نصف كمية السمنة في طنجرة ونقل الفريكا مدة ثلاث دقائق على نار منخفضة نضيف مرق الدجاج والزنجبيل والفلفل والهال والكركم والملح ثم نغطي الوعاء ونطهو على نار منخفضة مدة ساعة ونصف دون تحريك في تلك الأثناء نطهو البازلاء في ماء مالح يغلي ونصف فيها نضيف بقية السمنة ونصف كمية البازلاء إلى طنجرة الفريكا ونحرك نسكب الفريكا في طبق تقديم ونوزع الدجاج على سطحه ونزين الطبق ببقية البازلاء والكاجو واللوز والسانوبر لمزيدا من الوصفات زوروا موقع www.basmati.com ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر